اليوم كيفما قلت برامج التدريس الزمن المدرسي ونظام التقويم كيفاش ممكن نصلح هذه البرامج ونطور منها أو كيف يمكن تطوير النظام المدرسي الزمن المدرسي ونظام التقويم يلزمنا الرقص تقريبا على أربع نقاط هامة في تطوير هذه المرحلة أولا يفترض عملية إصلاح الشاملة لتطوير محتويات الكتب المدرسية وبرامج التدريس يفترض الزمن أيضا المدرسي الاهتمام به الاهتمام بالحياة المدرسية وأيضا المقاربات البيداغوجية خلينا نعمل مقارنة بين ما يحدث في تونس منظومة تونس وما يحدث أيضا في مدين العالم فيما يتعلق بالزمن المدرسي فيما يتعلق بالزمن المدرسي نقول أنه 187 يوم تقريبا هم معدل عدد أيام المدرسة سنويا تقريبا 5 أيام في الأسبوع هو المعدل السنوي 4.5 في فرنسا وبلجيكيا 5.5 يوم تقريبا في ألمانيا النمسا وأندونيسيا هذا المعدل الأسبوعي معدل ساعات التدريس الأسبوعي في العالم 22 ساعة تقريبا بينما في تونس 32 أو 36 ساعة تدوم الحصة الواحدة في أغلب البلدان بين 45 و50 دقيقة ولكن تدوم في تونس تقريبا 60 دقيقة الإقاع اليومي لساعات التدريس في تونس بين 7 و8 ساعات بينما بسائر البلدان 5 ساعات إقاع التدريس اليومي هذه مقارنة بين عدد أيام الدراسة في تونس وعدد ساعات الدراسة اللحظوا أنه في تونس عدد الأيام أقل ولكن ساعات الدراسة أكثر هذا سنو يقول؟ يقول أنه الزمان المدرسة في تونس هو أكثر مشقة باعتبار أنه أقل أيام ولكن أكثر ساعات أكثر من 30 ساعات شنو النتيجة متاحة؟ النتيجة أنه الزمان المدرسي له مساوي منها أولا الإرهاق لأن التلميذ يبدأ يومه في صباح الباكر وينتهي يوم الدراسة متاعه في وقت متأخر من النهار وهذا يخليه في حالة إرهاق شديدة ولا يستطيع بالطبيعة وإجهاد لا يستطيع التركيز وقدراتهم على استيعاب المعلومات تقل بشكل كبير جدا أيضا من بين مساوي هذا الزمان المدرسي هو قلة الوقت لممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية باعتبار الذي يقرم صباح لليلفا ما يلقاش وقت لممارسة هذه الأنشطة الرياضية والترفية إلى جانب طبعا فقدان فضاءات يمارس فيها هذه الأنشطة وفقدان الفضاءات لممارسة هذه الأنشطة يخليه عرضة لكثير من العوامل الأخرى يترك المجال بالطبيعة لمحيط المدرسة الذي أصلح يجلب المجرمين المروجين للأقراص ومنحارفين وبالطبيعة هذا ما يفسر ارتفاع ظاهرة العنف في الأوساط المدرسية نحن ما نقوله وش من فره ولكن هناك إحصاءات صادرة عن وزارة التربية نفسها تقول أنه تقريبا 4568 حالة اعتداء من تلمذة على الإطار التربوي فيها ما هو لفظي وفيها ما هو مادة 2026 و20302 وهذه اعتداءات تفسر تقريبا كيف يجلب محيط المدرسة التلميذ لمثل هذه الممارسات فيما يتعلق ببرامج التدريس والمناهج البيداغوجية هنا نحب نقول أنه تقريبا 100 ألف منقطع عن التعليم وهذه إحصاءات وزارة التربية بسبب اهتراء البرامج التي تعتمد أساسا على حشو الدماغ بالمعارف دون تطوير المهارات للتلميذ وهذا مهم برشوف كبير بين المعارف وبين تطوير المهارات أيضا ظاهرة الاكتظار في الأقسام للأسف في تونس بين 30 تقريبا و40 تلميذ بالقسم هذا شنو يعمل؟ يخلق نوع من التوتر لدى التلميذ ويخلق نوع من الضغط على المربي فهل يمكن أن يقوم فعلا بعملات التربوية؟ وهل يمكن أن تكون ناجعة إلى درجة متطورة أو إلى درجة التي نرجوها؟ فيما يتعلق بنظام التقويم أو الامتحانات طريقة الامتحانات تعمل كثير من المراهدين يقولون أنها عقبة أمام تطوير جودة التعليم في أغلبه لا يعكس حقيقة المستوى العلمي للتلميذ العدد مهوش معيار بالنسبة للكثير ونجب ناشى الركز على العالمات بقدر ما يجب أنه ركز أكثر على التحصيل المعرفي إلى جانب التبيع أنه لا يراعي نوعية الذكاء أو البيئة التي ينتمي إليها التلميذ فكيف يمكن إذن إصلاح التعليم وتطويره؟ لأن تطوير الدول أو تطور الدول لا يكون إلا بتطور تعليمها